في لبنان وفي البحر الأحمر هناك مشكلة فرنسا نشيطة بإرسال رسائل إلى كل شراكة الإقليميين وإيضاً كل العاملين هناك إيران وإنه إذاك أيضاً إن الأزمة والتوتر في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وإذا التوتر يؤثر على الأردن وإنه هناك عنف المستوطنين يجب أن يتوقف وطلبت من رئيس الوزراء نتنيوه بأن يلتزم بإخاف هذا إن فرنسا تتحمل مسؤولياتها وإيضاً عقوبات تم تبنيها ضد المستوطنين العنيفين بعد أسابيع سيكون شهر رمضان وسأطلب منهم أيضاً حماية المواقع الإسلامية والمقدسة بخلال هذا الشهر إذن هناك لدينا أيضاً وضع قرار من أجل وضع حل للدولة شركاؤنا في المنطقة وخاصة الأردن يعملون ونحن نعمل معهم من أجل مساهمة معهم في مجلس سلام إنشاء دولة فلسطينية وأن لا تكون لديها مشكلة ونحن أيضاً نتطلع إلى مساعدة الفلسطينية في تطلعاتهم وأيضاً نلتزمه مع الإسرائيليين ويجب أننا نلتزمه بمنطقة لأن لا يقدم أي فوضى في كل هذه المواضيع وأننا نقدم التجاه إن استماعنا اليوم هو جزء من تنصيقنا المستمر خلال الأشهر الماضية للعمل باتجاه إنهاء الحرب في غزة والتصدي للكارثة الإنسانية كما ذكرنا للتول نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة كما أن شنهجم إسرائيل على رفح التي نزح إليها نحو مليون ونصف سخص من الدمار الدائر في القطاع سيكون له تبعات كارثية إنسانية إنسانية كارثية لا يمكن القبول بها علينا أيضا العمل مع الأصدقاء والشركاء لتجنب امتداد هذا الصراع إلى المنطقة وقد رأينا كيف يمكن أن يؤدي امتداد الصراع في المنطقة إلى أثار كارثية إذا استمرت الحرب المدمرة في غزة والتصعيدات في الضفة الغربية والقدس استمرت ستمتد أثار كل منهما إلى المنطقة بشكل كبير إن الحل السياسي الذي يقود إلى السلام على أساس حل الدلولتين هو للسبيل الوحيد لضبان الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة كلها ونحن نقدر فخامة الرئيس دوركم الفاعل في هذا الشأن وأوروبا كانت لاعبا رئيسيا في إيجاد حلول دائمة للسلام نحن أيضا منتنين لجهود فرنسا والقيادتكم سيد الكريم للعمل باتجاه وقف لإطلاق النار وزيادة حجم المساعدات إلى غزة عبر كل الطرق الممكنة والآليات المستمرة لقد عملنا مع فرنسا لتوفير المساعدات كما ذكرت من خلال الإنسال الجوي وهو أحد المسائل التي نستخدمها لتوفير المساعدات كجزء من استجابة الإسانية بقدر ما نقدر يجب عمل المزيد علينا ضمان وصول المساعدات الكافية بصورة مستدامة بدون عرق التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي يجب أن يستمر دعم وكالة الأنوروة فهي شريان الحياة بالنسبة لنحو مليونين فلسطيني في غزة ممن يواجهون خطر المجاعة كما تقدم هدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى في المنطقة سنستمر بالعمل معكم السيد الرئيس لمواجهة هذه التطورات وتنسيح شركتنا الاستراتيجية مع فرنسا أشكركم على صداقتكم التي تكونوها للأردن والعلاقة بين بالينا وأتطلع للقاءات المثمرة معكم صديق العزيز شكرا لكم شكرا لكم